وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالى الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وواسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك والحمد موصوف بكل كمال وجمال وجلال منزه عن كل العيوب والنقائص والمثال لم يخلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا ولم يخلق الإنسان سدا عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه ودعاهم إلى طاعته ليطيعوه وإلى محبته ليحبوه فمن أقبل إليه منهم أرضاه ومن أعرض عنه منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا يا سيدي بفضلك وكرمك حوضه الأصفى واسقنا منه بيد حبيبك المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الطاهرات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة المباركة على شاشة قناتكم المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم وتضيء في نفوسنا نور التقى وتنثر في ربوعنا مسك العلا وتنثر في ربوعنا مسك العلا وتداوز كام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار فما أسعد الحياة مع الله وما أطيب العيش مع الله ولا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها إلهي وسيدي ومولاي أغلقت الملوك يا سيدي أبوابها وبابك مفتوح للسائلين غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم إلهي وسيدي ومولاي نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه وها نحن ننصب إليك وجوهنا ونوجه إليك قلوبنا وتحن إليك أفئدتنا ونرفع إليك أكفنا ونضع على التراب جباهنا ونمرغ في الأرض أنوفنا إلهي وسيدي ومولاي أهل طاعتك أهل محبتك أهل طاعتك أهل محبتك وأهل ذكرك أهل مجالستك وأهل شكرك أهل زيادتك وأهل شكرك أهل زيادتك وأهل معصيتك من أمثالي لا تقنطهم من رحمتك فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم ما أحلمك يا سيدي على من عصاك يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني وإن أحببت والاني وإن أحببت والاني وإن أخلصت نجاني إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي إلى حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد أيها الأحبة في الله تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس نوراني كريم من مشكات الأنوار نحن الليلة على موعد مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي يرويه صدر الرواه عن ربه جل علاه يرويه مصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات حديث قليل جدا في كلماته عظيم في معانيه روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنفق يبنى آدم أنفق عليك أنفق يبنى آدم أنفق عليك وفي لفظ في الصحيحين أيضا أنفق ينفق عليك أنفق ينفق عليك هذا هو قبسنا الليلة كلماته قليلة وقد يتصور البعض من أحبابنا وأخواتنا الآن أن الحديث لا يمكن على الإطلاق أن يشرح في ساعة كاملة ولا والله بل يحتاج في شرحه إلى ساعات ويحتاج في تفصيله إلى أوقات تعالوا بنا لنعيش مع هذا القبس لنأخذ من أنواره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأنا أختار الأحاديث في هذه الليالي الكريمة المباركة بما أراه مناسبا بفضل الله جل وعلا لكل ليلة فها نحن الآن أيها الأفاضل أو شكت العشر الأوائل من شهر رمضان على الانتهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه هي الليلة التاسعة من ليالي شهر رمضان ورمضان شهر الجود وشهر الإنفاق وشهر العطاء وشهر البر وشهر الخير وأنا أعلم بفضل الله أن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة معطاءة ما أصيبت أمة المصطفى بأزمة البخل في الجملة أبداً ولكنني قد أقول قد أصيبت أمة المصطفى أحياناً كثيرة بأزمة ثقة فإن وثقت الأمة في من تعطيه أعطته بلا حساب لأنها بالفعل على يقين مطلق أن الذي يتولى الإنفاق وأن الذي يرزق هو الله الرزاق ذو القوة المتين تدبروا كلمات رب العالمين في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك يعني إن أنفقت تولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض يد الله ملأة جل جلاله لا تعطل ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقة يعني لا تنقص لا تنقصها النفقة ولا يقل ما عنده تبارك وتعالى بالإنفاق والعطاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيض واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من عندي أو من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر نعم سحاء الليل والنهار انظروا ماذا أنفق مذ خلق السماوات والأرض يا الله ماذا أنفق ربنا جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض فإن أنفقت يا عبد الله إن أنفقت يا من من الله عليك بالمال بل وأنت يا من تنفق وتتصدق وأنت في حاجة إلى هذه الصدقة وأنت في حاجة إلى هذا المال ومع ذلك لا تريد أن تحرم نفسك من هذا الفضل وهذا الخير وهذا العطاء اعلم أن وعد الله حق والله الذي لا إله غيره وعد الله لا يتبدل وعد الله لا يتغير من منكم أيها الأفاضل أنفقه ولم ينفق الله عليه من منكم أعطى ولم يعطه ربه جل جلاله هل لو جلس واحد مننا الآن من أهل الفضل ممن وسع الله عليهم وأعطاهم من أصناف المال أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يزيدنا وإياهم وإياكم جميعا من فضله لو جلس أي أخ من أحبابنا الأفاضل ليتذكر بصدق وليعود إلى الوراء عشرين سنة أو ثلاثين سنة وسأل نفسه أو فليسمح لي أنا أن أسأله وأقول سيد الفاضل ووالد الكريم وأخي العزيز أسألك بالله لو قيل لك من ثلاثين عاما احلم احلم عوز تبقى عندك إيه عوز تبقى عندك إيه وتمتلك إيه وفي أي وضع تكون أسألك بالله هل كنت تستطيع أن تحلم بعشر معشار ما أنت فيه من فضل وعطاء وسعة ورزق وخير هذا وعد ربي جل جلاله فصدق وعد الله وأنفق ليتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض يا ابن آدم أنفق أنفق عليك تعال معي لكلام الحق جل جلاله في القرآن الكريم لأؤكد لحضراتكم هذا المعنى القدسي الجليل بآيات من كتاب ربنا الجليل قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اسمع معي الآية مرة ثانية وتدبر المعنى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي ابتغاء وجه الله في أي باب من أبواب الخير في باب الجهاد في سبيل الله في باب إطعام الفقراء والمساكين في باب إخراج الزكوات المفروضة أو الصدقات المندوبة والمستحبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال جل وعلا تدبروا هذه الكلمات الجميلة قال جل وعلا وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ الله 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 وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيينَ اعلم أخي الحبيب أن الذي يرزق الكفار هو العزيز الغفار أنا أسأل بدهشة واستغراب وأقول أفيرزق ربك الكفار وينسى جل وعلا أن يرزق من وحد العزيز الغفار هيهات هيهات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال جل جلاله وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كلٌّ في كتاب مبين وقال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فالرزاق هو الله جل جلاله وما أنفقتم من شيء فهو جل جلاله فهو يخلفه فهو يخلفه أنفق 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 عليك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال جل وعلا وما تنفق من خير فلأنفسكم أيها خلي بالك هذا لك أنت أنت تمهد طريق السعادة لنفسك في الدنيا وإلا فلن يمهد أحد لك طريق نجاتك بعد موتك انتبه لهذا أخي الغالي وأخت الفاضلة لا تنتظر من ورثتك أن يمهد لك طريقك إلى الجنة لا تنتظر من أولادك أن يمهد سبيل سعادتك في الآخرة فأنت لا تدري ولا تضمن بل مهد لنفسك بيديك هنا طريق السعادة في الدنيا والآخرة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون الله الله على جلال القرآن وما تنفق من خير يوف إليكم اعلم أن الله شكور حضرتك عارف شكور يعني ما معنى الشكور الشكور الذي يصنع الذي يشكر لك صنيعك الشكور الذي يشكر لك صنيعك ويشكر لك عطائك ويشكر لك إنفاقك ويشكر لك بذلك ويشكر لك خيرك الذي تقدمه مع أنك تقدمه لنفسك وهو جل جلاله غني عننا جميعا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا تنفعه الصدقة ولا يزيده الإنفاق بل هو الذي يتولى الإنفاق على كل خلقه الكافرين والمؤمنين على السواه فهو الرب والرب جل جلاله رب الكافرين ورب المؤمنين ورب الطائعين ورب المذنبين لا يرزق الطائعين ويحرم المذنبين ولا يرزق الموحدين ويحرم الكافرين فالرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء تدبر معي قول الله جل جلاله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لأن الله شكور يشكر لك صنيعك ويشكر لك عطاءك وأرجو أن تتصور لو أنك قدمت هدية لرجل من أهل الفضل لرجل من أهل الجود والكرم وهم يسعدون جدا بالهدية والعطاء لأنهم تعودوا هم على العطاء وتعودوا على البذل فإن قدم لهم أحد هدية أجلوه وأكبروه وردوا هذه الهدية بما يليق بهم وبما يليق بكرمهم وعطائهم أرجو أن تتخيل أنت أخيه عطاء الملك جل جلاله أرجو أن تتصور أختي عطاء الكريم جل جلاله الله سبحانه وتعالى شكور ويقول عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وأمر المؤمنين الموحدين الصادقين بقوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا الله يا الله عليك يا ابن آدم يا الله عليك أيها الإنسان الجحود الكنود الله جل وعلا يعطيك ويوسع عليك ويرزقك من أصناف المال ومع ذلك إن طلب منك الإنفاق وإن طلب منك البذل وإن طلب منك العطاء تبحث عن أرض شيء عندك وتبحث عن أقل مال تملكه لتخرجه مع أن الله قد وسع عليك وعطاك من أصناف المال لا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا يا من ذاقت قلوبكم حلاوة الإيمان يا من ذاقت قلوبكم طعم الإيمان أنفقوا من طيبات ما كسبتم ابحث عن الطيب لتنال درجة البر عند الله أخرج أحب مالك إليك لربك أنفق أغلى ما تملك لربك جل جلاله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تبحث عن الخبيث والرديء لتنفقه في سبيل الله ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه تعرف حضرتك المعنى عن إيه؟ يعني إن قدم لك هذا الرديء الذي تقدمه أنت الآن لله جل وعلا لن تقبله إلا إن غضطت الطرف عنه إلا إن أغمطت عينيك عنه لن تقبله إلا وأنت في غاية المضض والتألم فكيف تعطي لله ما لا تقبله لنفسك أنت ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد اعلم أيها الإنسان يا من تبخل يا من تبخل بما من الله عليك من مال ومن ذهب ومن ثمار ومن عقار ومن أطيان اعلم أن الله غني عنك اعلم بأن الله جل وعلا غني عنك وستسأل عن مالك هذا الذي جمعت والذي تركت ستسأل عن مالك الذي جمعت وستسأل عن مالك الذي تركت بين يدي الله جل جلاله يوم لا انفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم المال مال الله خل بل حضرتك المال مال الله هو واهبه وهو رازقه قال جل وعلا وآتوهم من مال الله مش مالي أنا ولا مال حضرتك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال جل جلاله وأنفقوا من مالكم لا مما جعلكم مستخلفين فيه حضرتك مستخلف على هذه الأمانة مستخلف على هذا المال الله هو الذي قسم الأرزاق بين العباد وجعل الأغنياء والفقراء لكن من تمام رحمته جعل الأغنياء والفقراء لو جعل الخلق جميعا أغنياء ما وجدت عاملا يخدمك في بيتك ما وجدت من ينظف بيتك من القمامة ما وجدت من يطهر شوارعنا من القمامة ما وجدت من يصنع لنا كذا ويفعل بنا كذا وكذا لكنها رحمة الله جل جلاله قسم بين الخلق معيشتهم ومعيشهم ليعمر الكون ليخدم الفقير الغني وليعطي الغني الفقيرة لينعم الغني على العاجز المريض الذي لا يستطيع أن يعمل وأن يكتسب قوته من الحلال فالله جل وعلا خلق الأغنياء والفقراء وجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء لا يتفضل الغني بهذا المال على الفقير قال جل جلاله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال جل وعلا والذين أكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ولا حول ولا قوة إلا بالله ولله ميراث السماوات والأرض واللهم تعملون خبير لله ميراث السماوات والأرض الله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها وبكل من عليها وبكل ما عليها إن الأرض لله يورثها من يشاء ثم بعد ذلك يرث الله الأرض بمن عليها وبما عليها سبحانه وتعالى طيب مولانا في آيات أخرى تعكر على ما أصلت لنا الآن لقد ذكر الله في بعض آيات القرآن أن المال لنا لنا قال جل جلاله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة ففي آيات تنسب المال لنا ما ردك على هذا أو كيف نجمع بين هذين الطرحين بين الآيات التي تثبت أن المال مال الله وبين الآيات التي تثبت أن المال لنا اعلم أخي الحبيب أن المال مال الله وهو واهبه ورزقه ومن رحمته وفضله أضاف المال لنا لعباده إضافة تشريف وتكريم وإضافة ابتلاء واختبار الله الله خلي بالحضرتك هذا تأصل في غيث الأهمية لا تعارض بين آيات القرآن لأنه يخرج من مشكات واحدة لأن النور ينبعث من مشكات واحدة ولأن الحق يخرج من مشكات واحدة المال مال الله واهبه ورزقه لكنه أضاف المال لخلقه إضافة التشريف وتكريم وإضافة ابتلاء واختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة اختبار إنما أموالكم وأولدكم فتنة اختبار ابتلاء يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لأنك مبتلا بالمال فإن جمعت من الحلال وأديت حق الكبير المتعال فالمال حينئذ النعمة من أجل نعم الله عليك التي تستوجب الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فالشكر هو الجالب والحافظ الحافظ لما عندك من النعم والجالب للنعم المستقبلية إذن المال مال الله جل جلاله ومع ذلك اسمع اسمع الله أوله ده ومع ذلك استقرضه منا أعطاه لنا وطلب منا أن نقرضه إياه وهبه لنا واشتراه منا قال الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وهبنا المال ورزقنا المال ثم طلب منا القرض وهو الغني الكبير المتعال فقال جل جلاله من ذا الذي يقرض الله يقرض الملك يقرض الملك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أن تتدخر عند الله جل وعلا الذي لا تضيع عنده الودائع وإنما تزيد عنده الودائع ويزيد عنده القرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال الحسن قال الحسن اقترض منهم مالا هو رازقه اقترض منهم مالا هو رازقه واشترى منهم أنفسا هو خالقها اقترض منهم مالا هو رازقه وواهبه واشترى منهم أنفسا هو خالقها ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء فالمسلم العاقل والمسلمة العاقلة هو الذي يعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة ويعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليلة مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر وكم من أناس أيها الأفاضل من الله عليهم بالمال فبخلوا واستغنوا فماذا كانت النتيجة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة إنما الصنف الأول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرة سيسر الله أموره سيخلف الله عليه أضعاف مضاعفة صحة وإيمانا وأمانا ومالا وسعة في الرزق وانشراحا في الصدر وبركة في الأموال وبركة في الأهل والذرية والله الذي لا إله غيره سينفق الله عليه من حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب والله إني لأعلم رجالا من أهل الفضل في أيامنا وفي زمننا أعرفهم بأسمائهم ولولا أني أخشى أن أذكر أسماءهم لذكرتها لأنهم ربما يحزنون ويتألمون أعرفهم معرفة شخصية منهم من يقول رأيت في إحدى شركاتي وقد وسع الله عليه أسأل الله أن يزيده من فضله وهو والد أعتز بأبوته قال رأيت إدارة للشؤون القانونية ورأيت إدارة للشؤون المالية ورأيت إدارة للشؤون الإدارية ورأيت إدارة للشؤون الطبية إلى غير ذلك فقلت ما فيش إدارة لله جل وعلا بمعنى ما فيش قلت له يعني ما فيش إدارة لله جل وعلا قال يعني قلت ما فيش إدارة يعين فيها موظفون تكون وظيفتهم أن يبحثوا عن الفقراء والمساكين وأن ينفق عليهم بطريقة كريمة مهذبة تليق بالإنسان كإنسان وتليق بالمسلم كمسلم وأعرف والدا آخر ذهبت لزيارته فرأيت كمية من العصافير ومن الطيور على الأرز وعلى الحبوب وعلى القمح بشكل تقريبا والله يغطي حبوب الأرز وحبوب القمح كاملا وفجيت بأنني لا أرى عاملا ولا أرى موظفا يهش هذه العصافير ويطير هذه الطيور فتعجبت قلت سبحان الله أتتركون الطير والعصافير على الحبوب بهذه الصورة كأنها مظلة تغطي الحبوب بالكامل فقالوا لأن الحج فلان مانع تماما أن نطير عصفورا واحدا أو طيرا واحدة فسألته قلت لما قال يا شيخ وهذه ألم يجعل الله عز وجل لها فيما لنا رزقا ألم يجعل الله عز وجل لها أي لهذا الطيور فيما لنا رزقا انظروا إلى الثقة انظروا إلى اليقين في الله رب العالمين نعم لها رزق لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة الله جل وعلا يرزق الطير يرزق الطيرة ويسبب الرزق على أيدي هؤلاء وعلى غير أيدي هؤلاء الله جل جلاله كريم يملأ قلوب بعض عباده بهذه الثقة وبهذا التوكل وبهذا اليقين نعم أيها الأفاضل أما الذي يمسك والله يمسك على نفسه أما الذي يبخل والله يبخل على نفسه ويبخل عن نفسه ولا يدري المسكين كم من أناس من الله عليهم بالملايين لا 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 بل بالمليارات وقد حرموا من هذا المال في وقت يحتاجون إلى المال أشد الاحتياج إما بالسجن أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب وإما بالحبس في فراش المرض أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وإما بالموت وإما بالموت يترك هذا المال كله ويترك هذا النعيم كله وأنتم تتابعون وتعلمون وتعرفون أكثر مني أشخاصا حرموا من هذه المليارات ومن هذه الملايين ولا زالوا يعيشون بين الناس في الدنيا يشعرون بمعنى الحرمان ومنهم من رحله إلى الرحيم الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم أيها الأفاضل فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة ومالك الحقيقي هو ما قدمت في الدنيا وما وجهت في أوجه الخير وما زرعت لنفسك ومال ورثتك هو ما أخرت المال اللي حضرتك بتتركه دمال للورثة أوعى تنتظر أن يجري الورثة لك من مالك الذي تركت بابا من أبواب الخير إلا من رحم ربي لكن لماذا تنتظر الآن الآن قبل أن يأتي عليك يوم لا ينفعك فيه مال ولا أولاد بل ينفعك عملك اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أنس يتبع الميت ثلاثة الله 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 يتبع الميت ثلاثة أي أن كان سواء كان الميت ملكا أو رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو فقيرا يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى عمله المال حيقسم على الورثة خلاص ما لك شي حاجة بل أنا أقول لو نام الإنسان على فراش المرض أو على فراش الموت وربما يكون قد ركب في سنه في فمه سنة من الذهب والله ربما يخلعونها والله ربما يخلعونها ولا يتركونها في فمك ويقول القائل منهم الحي أولى من الميت لن تأخذ معك جنيها واحدا ولن تأخذ معك دولارا واحدة ولا قراطا واحدة نعم النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غن يطغيها والفقر خير من غن يطغيها وغن النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم تحصل إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الطيب والكفن دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال أي لا تجمع ولا تنفق في سبيل الله دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع لا أنكر عليك أن تجمع لكن اجمع من الحلال وأد حق الكبير المتعال لا حرج عليك ولا أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يسألون أو يتكففون الناس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وأرضاه نعم أيها الأفاضل هذا هو الفهم الدقيق وكما قال علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار نجاة لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة اجمع اجمع ما شئته لكن من الحلال ولا تنسى حبيبي في الله أن تخرج حق الكبير المتعال وأن تؤدي حق الفقير وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله وأنت في غاية الثقة في أن الذي ستولى الإنفاق والإخلاف عليك هو الله الغني الحميد الذي لا تنفد خزائنه ولا ينتهي عطاؤه جل جلاله يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله فاعمل ما دم تحية ولذلك أسأل حبيبنا المصطفى الصحابة يوما والحديث رواء البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبيقول النبي للصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله لا دي مش ممكن طبعا مستحيل إن مال الورثة اللي حضرتك حتسيبه الورثة يبقى أحب إليك من مالك أنت مستحيل هذا مناقض ومخالف للفطرة البشرية لأن الإنسان مفطور على حب المال قال تعالى وتحبون المال حبا جم فالرسول بيسأل صلى الله عليه وآله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه إلا وماله أحب إليه من مال وارثه فقال الحبيب فإنما له ما قدم يعني هو حي في الدنيا يرزق فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر ولذلك لما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تذبح شاة وأن تتصدق بها وأن تقسمها وعاد إليها والحديث راه الترمذي بسند صحيح فقال لها بأبي وأمي وروحي ما بقي منها يا عائشة فقالت رضي الله عنها ما بقي إلا كتفها يعني تصدقت بها كاملة ما بقي إلا الكتف إلا الذراع وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع قالت ما بقي إلا كتفها فقال الحبيب المحبوب بل بقي كلها إلا كتفها بل بقي كلها إلا كتفها أو غير كتفها بقي الثواب كاملا بقي ثواب من تصدقت به كاملا أما الكتف سيؤكل ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ابن آدم تقول ما لي ما لي الأموال والأرصده والعمارات والعقارات ما لك يا ابن آدم بالراحة شوية ما لك يا ابن آدم تقول ما لي ما لي اسمع اسمع وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت هو ده المال والله العظيم لن تأكل أكثر من بطنك ولا أكثر من طاقتك أبدا بل تضار إن أكثرت الطعام والله لو لبست بدلتين فوق بعضهم البعض لضحك الناس منك لضحك الناس منك وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يعني فأبقيت هذا هو المدخر لك عند الله هذا هو الذي سيخلفه عليك ربك جل علاه وسيخلفه عليك بما لا يمكن لعقلك أن يتخيله أو أن يتصوره لأن الذي سينفق عليك هو الكريم هو الكريم جل جلاله هو من لا ينتهي عطاؤه ولا تنفد خزائنه أنفق يا ابن آدم أنفق عليك اسمع وتدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وليس عندنا إلا آية أو حديث هذه بضاعة التي نفخر بها ونسأل الله أن لا يحرمنا منها حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث أقسم عليهم حبيبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا يحتاج إلى قسم ومع ذلك يقسم صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا ماذا سيقسم عليه أو الذي سيقسم عليه ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه اسمع ما نقص مال عبد من صدقة هل تصدق ربك جل جلاله وهل تصدق نبيك صلى الله عليه وسلم إي وربي والله إني لأعلم أنك تصدق الله وتصدق رسوله ووالله سأرى العجب العجاب في الأمة بعد هذه الليلة والله إني لعلى يقين أني سأرى العجب العجاب وسيرى الفقراء في الأمة كلها لا في مصر وحدها بل في الأمة كلها العجب العجاب بعد هذه الكلمات عن الله وبعد هذه الكلمات عن رسول الله لأن الأمة كما ذكرت في أول اللقاء ما أصيبت أبدا بأزمة بخل ولكنها أصيبت بأزمة ثقة فهي يا أمة التوحيد يا أمة القرآن يا أمة الصيام يا أمة العطاء ابذلي وأنفقي هناك من أولادنا وإخواننا من يحتاجون الآن ورب الكعبة إلى كسرة خبز وإلى جرعة ماء في فلسطين في الصومال في السودان في الشيشان في أفغانستان حتى في بلادنا في مصر في أي مكان كلنا كلنا يعلم الفقراء في مكانه الذي يعيش فيه فهيّ أنفق أنفق واعلم أن الصدقة لا تنقص مالك بل ستولى الإنفاق عليك ربك جل جلاله ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يعني لا تمدادك أنت أيها المسلم الفقير إلا إذا كنت في حاجة فعلا إلى المال إلا إذا كنت عاجزا عن الكسب مريضا لا تقوى على العمل أما إن كنت قادرا على العمل فلا تمدن يدك إلى أحد من الخلق أبدا بل اعمل وكل من عمل يدك فإن أطيب طعام وأطيب مال تأكل منه مالك الذي من كسب يدك لا تتواكل ولا تتكاسل ولا تمدن ناديك إلى غير الله جل جلاله أما العاجز المريض الذي لا يقدر على الكسب فهذا أمره إلى الله له حق في مال الغني هذا المريض الذي ينام على السرير وعلى الفراش لا يجد ثمن الدواء فضلا عن قيمة الطعام هذا له حق في مالك أيها الثري الغني واسع الله عليك وأكرمك وزادك من فضله وتولى الإنفاق عليك إنه ولي ذلك والقادر عليه اسمع للصادق ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه خلي بالك احفظ بقى إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلمه فهو يتقي فيه ربه يعني في المال والعلم ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه ماله فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والإنفاق والخير والعطاء قال فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله أي بغير هدى يجمع من الحرام ولا ينفق في الحلال الطيب لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية أعوذ بالله يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال الفسق والله والفجور والمعاصي قال فهو بنيته فوزره ما سواء فهو بنيته فوزره ما سواء فيا حبيبي في الله ويا أخت الكريمة اسمعي وصية النبي لأسماء والحديث في الصحيحين قال لها صلى الله عليه وسلم يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك أي لا تشدي على نفسك ولا تبخلي بالإنفاق ولا تمسك المال فيضيق الله عليك ويشدد الله عليك وفي لفظ لا توعي فيوع الله عليك أو فيوع عليك فيا أخت الكريمة أنفقي وابذلي لا تكون شحيحة ولا تكون بخيلة فكم من أخوات مسلمات ربما يدخرن الطعام في البيت حتى يفسد ثم يرمى بهذا الطعام بعد ذلك في سلة المهملات والله أنت ترتكبين حراما وستسألين عن كل حبة أرز وعن كل كسرة خبز وعن كل ملعقة طعام ألقيت بها في سلة القمامة أو المهملات فمن المسلمين والمسلمات من أولادنا وبناتنا من يحتجن إلى حبة الأرز وكسرة الخبز أنفقي ولا تبخلي واتدخر لنفسك عند الله جل وعلا وعلم أن الشح أهلك من كان قبلك وسيهلكك إن لم تنفقي في سبيل الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يطهرني وإخواني وأخواتي من البخل والشح وأن يرزقنا وإياكم الجود والكرم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وذكروا بروايتين جليلتين جميلتين لأن الوقت يمضي ولا حول ولا قوة إلا بالله تدبر معي أيها الحبيب اللبيب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة وأبو طلحة الأنصار هو زيد بن سهل رضي الله عنه وأرضاه كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل حدد نوع المال الذي كان يملكه أبو طلحة كان من النخل كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء بيرحاء حديقة أو حائط أو بستان كان في مقابل المسجد النبوي وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها ماء طيبة فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انطلق طلحة إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن الله تعالى أقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل فقال له الحبيب بخن بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد سمعت ما قلت يا أبا طلحة وإني أرى أن تقسمها في أقاربك فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها في أقاربه وبني عمه والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يمشي كان يمشي يوما في فلاه بينما يمشي رجل في فلاه أي في صحراء في أرض لا ماء فيها إذ سمع صوتا في السحاب ينادي على سحابة من السحب ويقول اسق حديقة فلان يعني يا أيها السحاب أنزل المطر الذي فيك على الأرض الفلانية في الحديقة الفلانية اسق حديقة فلان فتتبع الرجل هذا الماء مشى تحت هذه السحابة وإذ بالسحابة تفرغ ماءها كله في أرض حرة يعني في أرض يغلب عليها الحجارة الشديدة السواد فنظر الرجل فوجد رجلا في حديقته سقط هذا الماء في شرجة من هذه الشراج يعني في مسيل من مسائل الماء في جدوى الصغير أو في قناة صغيرة من قنوات الماء ورأى رجلا في حديقة يحول الماء بمسحاته إلى الحديقة فاقترب منه الرجل الذي سمع الصوت في السحاب وقال له يا عبد الله ما اسمك اسمك إيه فقال اسم فلان للاسم الذي سمعه في السحاب فقال له ما اسم قال فلان هو نفس الاسم الذي سمع سمع الصوت يقول اسق حديقة فلان هذا فلان فقال له ولم تسألني يا عبد الله عن اسمي قال لقد سمعت صوتا في السحابة التي هذا ماءها يقول اسق حديقة فلان فما الذي تصنعه فقال له أما إذ قلت ما قلت فإني أنظر ما يخرج منها أي من الحديقة فأتصدق بثلثه بثلثه لله عز وجل أول ثلث أتصدق به لله عز وجل وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة يبقى بيأسم الثمار اللي بتخرج من الحديقة إلى ثلث أقسام التلث الأول لله الله جل جلاله شريكه في هذه بالثلث وما أعظمها من شراكة وما أعظمها من شراكة نعم يعطي ثلثا لله ويأكل وعياله ثلثا ويرد في الحديقة الثلث الآخر لتستمر في عطائها بفضل ربنا جل جلاله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره اليسرى وكنت أود أن أدخل بستانة أهل الجود بستانة الكرماء بستانة أهل العطاء ومن الجفاء أن أتكلم عن العطاء دون أن أذكر سيد المعطين دون أن أذكر من كان كالريح المرسلة بأبي وأمي وروحي وهو الذي ذكرنا بكل ما سمعنا كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن فكان وكان جبريل يدارسه القرآن في القرآن في رمضان وفي العام الأخير دارسه القرآن مرتين فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالريح المرسلة حين يلقاه جبريل والله العظيم يا إخواني والحديث الرغالي بخاري والحديث ابن عباس أقول والله العظيم كما في صحيح مسلم الحديث أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل يوما فسأله فأعطاه النبي غانما بين جبلين الله أكبر صدق قطيعا من الغنم أعطاه غانما بين جبلين فعاد الرجل إلى قومه رجع إلى قومه يقول يا قوم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ثم قال أنس ولئن كان الرجل يدخل الإسلام من أجل الدنيا للدنيا يعني من أجل ما يرى من بذل وعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصديق هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هناك وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدحي وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وهذا عمر الفاروق يقول كما في سنن الترمذي بسند حسن بل وصحح الشيق الألبني رحمه الله إسناده قال عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا كان عندي فقلت أي عمر اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي قال عمر فأتى أبو بكر بكل ماله هذا هو الصديق هذا هو عمر قال فأتيت النبي بنصف مالي فقال لي رسول الله ما أبقيت لأهلك عمر قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله قال فجاء أبو بكر بكل ماله فقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله وهذا عثمان بن عفان صاحب بئر رومة مجهز جيش العسرة الذي قال له المصطفى حين جاءه بالمال عجزت كفاه عن حمله قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وهذا علي رضي الله عنه السهل السري السمح السخي المنفق الباذل المعطاء ولا تسع الوقت لذكر بعض المواقف لهؤلاء الفضلاء أيها الأحبة أيها الأفاضل يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل أنفق أنفق عليك هذا وعد الله ووعد الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم حبيبي في الله هل تصدق وعد الرحمن أم تصدق وعد الشيطان لا 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 أنا على يقين أنك مصدق لوعد الرحمن ومكذب لوعد الشيطان فهيّ الليلة وهيّ الآن أنفق ينفق الملك جل جلاله عليك وإلا فورب الكعبة ستترك المال كله ستترك المال كله واسمحوا لي في دقيقة ونصف أن أختم بهذه الكلمات لرجل من أهل الفضل من الله عليه بالأموال بالأموال الكثيرة ومرض وحبس في فراش المرض المهم هذا الرجل أنجب ولداً وبنتاً سافر الولد إلى دولة عربية وأصر أن يكون نفسه بنفسه مع أن الله قد أغنى والده من أوسع الأبواب ومن أصناف المال وتزوجت البنت وخرج هذا الرجل إلى الأسكندرية يوماً وفي طريق عودته انقلبت به السيارة فماتت زوجته وأصيب هذا الرجل بشلل كلي كامل لم يتحرك فيه عضو من أعضائه إلا الرأس لا إله إلا الله ونجى الله سائقة المهم في حجرته الخاصة سرير آخر يقول هذا السرير للسائق تصور البنت قال لها زوجها يا نيابوكي فقال والدها الكريم اذهبي إلى زوجك فوأولى بك مني وتركه ولده إلى دولة عربية ولم يبقى عنده إلا السائق يطعمه ويشربه ويدخل أعزكم الله دورة المياه ويطهره بيده يقسم لي هذا الرجل بالله وهو يبكي قل لي والله يا شيخ محمد أبأني في ليلة من الليالي ومن طول النوم أصيب بقرح الفراش المعروفة فأود أن أحك جزءا في ظهري عاوز يهرش بقول وأنظر إلى السائق ينم معي في نفس الحجرة لكنه معي من الصباح الباكر يخدمني يقول أستحي أن أنادي عليه وأنا أراه يغط في نوم عميق من تعبه معي طول اليوم يقول أستحي أن أوقظه يقول فأبكي وأنا في فراش المرض لا يعلم حالي إلا الله ويقسم بالله يقول والله والله أمتلك سيولة فقط أكتر من مئة مليون دولارا غير العقارات والأطيان والأراضي يقول أبكي لا يعلم بحالي إلا الله نفسي أحك ظهري نفسي أهرش يقول فأقول مين اللي ياخد المئة مليون دولار ويردلي إيد وحدة أهرش بها الحتة اللي أنا عاوزها وبعدين يبتسم وقول لي تصدق يا مولانا هرشة وحدة بمئة مليون دولار آه يا فقير أنت من تشعار في النعم اللي أنت فيها ومن تشعار في الفضل اللي أنت فيه نعم اعلم فضل الله عليك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم كفار حبيبي في الله قبسنا الليلة قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق أنفق عليك والله ما أنهيت المادة التي أعددتها في هذا الحديث الذي يتكون من هذه الكلمات القليلة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وفي الغد إن شاء الله تعالى نقبس قبسا جديدا من مشكات الأنوار أستودعكم العزيز الغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته